أعزونا من طراجين بسنا ونحن رحيم التحليل البيئي الوحدة الأولى الغلاف الجوي وهنا نواصل الدورات الغازية وهنا نتناول دورة الماء أو الدورة المائية Water Cycle الدورة المائية توضح كيف يتبخر الماء من سطح الأرض ويرتفع في الجو يبرد ويتكسف على شكل بطر أو سلج في السحب ويهطل مرة أخرى إلى السطح الماء يسقط على الأرض وتجمع في الأنهار البحيرات والتربة وخلال طباغات صخرية مسامية والكثير منه يتدفع في المحطات ثم يتبخر مرة أخرى هطول الأمطار هو جزء أساسي من الدورة المائية ويوضح ربط المحيط والأرض والقلاف الجوي يربط المحيط والأرض والقلاف الجوي دخول وخروج الماء من القلاف الجوي وجانبها من أنماط الطقس على الأرض خطوات الدورة المائية بسيطة جداً تبخر وتكثف أي هو التبخر وتكثف وطول الأمطار التجمع ثم يتبخر مرة أخرى يعني هنا نرى في الشريحة القادمة بشكل مبسط جداً الدورة المائية كيف تكون عندما يتجمع الماء في الأنهار أو البحيرات أو المحيطات يتبخر بعمل الطقس تبخر الماء وثم يتكثف بشكل سحب وتهطل الأمطار ثم تتجمع مرة أخرى هنا أيضاً هذا الشكل يوضح بالشكل أكثر وضوحاً هنا المياه السطحية والground water والمياه الأرضية evaporation from ocean يعني التبخير من المحيطات والبحيرات والجداول والأنهار وهنا transpiration from plant أو تعرض أو نطح ما يسمى بنطح النبات ثم كل هذه تتكسف condensation تتكسف وتكسف الشكل سحب هذه السحب وتنزل الأمطار precipitation precipitation هو هطول الأمطار وتكتمل الدورة بالشكل الشكل المبسط جيد وهنا برسمة بدون أي كتابة هنا أنا لاحظ التبخر وهنا بطريق أحراط الشامس وتكسف الشكل سحب هذه السحب وبينها تحاول إلى السحب والسحب يهطل الأمطار وتنزل فيه المجاري هكذا تستمر الدورة المياه ترجمة نانسي قنقر